رأيك في القرار أو البيانة لأصدر اتحاد المصري لقرة القدم بشاء لجنة الحكام والنهاردة إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها خلينا في الأول كابتن أسامة نقول بالتوفيق للجنة اللي تم تعينها ونقول لهم فترة اللي جاية فترة حاسمة وفترة صعبة قوي قوي لابد أن كنتوا تشتغلوا على قدر المسئولية وخلي بالك هي فترة يعني هي فترة قليلة يعني على حسب ما الاتحاد أعلن والربطة إن فيه خبير جاي فالفترة جاي فترة حاسمة وعندهم فرصة إن الدورة حيقف كابتن أسامة لهم بالتوفيق وعاوزين نشوف مرضوط تاني خالص غير اللي احنا شفناه قبل كده كابتن أسامة ما عندلاش وقت نحكي في تفاصيل ولكن الفترة اللي قبل كده كانت فترة صعبة جدا جدا كان أهمها عدم الانضباط عند البعض هي لجنة لجنة مؤقتة يعني لحين انتخابات اتحاد المصر بالزبط كده بالزبط كده ولكن حتى لو هما هيعدوا أسبوع أو أسبوعين لابد أن هما يعيدوا الأوراق من جديد يعودوا الانضباط من جديد يخلوا فيه سكة للحكام لأنهم أعتقد أنهم عندهم القدرة أنهم إن شاء الله في الفترة جاي يعملوا هذا الكلام سريعا بس قبل الحالات القرار هنا إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها واللجنة الجديدة كابتن ياسر عبد الرقوف تضم توفيق السيد تامر دري عزب حجاج مش كابتن عزب حجاج كان موجود في اللجنة اللي مفروض تم إقالتها إزاي النهاردة تم إقالته وهو موجود في اللجنة الجديدة بزبط هو يعني البيان طالع فيه النقطة دي مهمة أول كابتن أسامة أنت بتقول إن إقالت لجنة الحكام بالكامل بالكامل يعني كل من هو في لجنة الحكام إقالة يعني مفترض كل اللي كان موجود ده أنت اللي قلت مش أنه اللي قلت ولكن فوجينا في الآخر إن هو حاطت عدو كان موجود في اللجنة الساقر ما كانش ياجب إن هو يطلع بهذا البيان إلا إذا كان ممكن يقول في البداية إلا إذا كان موجود في اللجنة الساقر